اشتركوا في القناة والشخصيات والاحداث والبداية والنهاية الى اخيرة العقبة ابن نافع او القصة بتاعتنا هي قصة عقبة ابن نافع احد الشخصيات الاسلامية التي اثرت في نشر الاسلام في افريقيا وهنعرف المقصود بافريقيا من خلال احداث الفصل الفصل الاول بعنوان بطولة مبكرة بيحكي احداث الفصل في المكان بتاعه في الصحراء حيث الشمس المحرقة اللافحة شديدة الحرارة حيث ينشأ فيها الرجال اشداء اقوياء لا يهبون المخاطر وفي بيت نافع ابن عبد القيس الفهري ونافع ابن عبد القيس الفهري هو احد سادات كريش وابطالها المعدودين ولد لهذا الرجل طفل سماه عقبة سبب تسميته عقبة ان تيمنا بهذا الاسم الذي كان يطلق على عدد من ابطال قريش المعدودين التيمنا بمعنى التبرق تيمنا بهذا الاسم اي تبرقا بهذا الاسم مثلما يسمى احدنا ابنه محمدا لكي يتخذ من صفات النبي صلى الله عليه وسلم فاسم عقبة كان يطلق في ذلك الوقت على عدد من ابطال قريش المعدودين لما ولد الطفل عقبة كان الصراع على اشده بين المسلمين والمشركين وكان الصراع مرير جدا بين المشركين والمسلمين كان المشركين يعذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعذبون اصحابه بعد ميلاد الطفل بسنة واحدة هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من مكة الى المدينة بعد ميلاد الطفل بسنة واحدة هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة سبب الهجرة هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم لسببين السبب الاول لكي يتحاشى أن يبتعد عن أزى المشركين السبب الأول لكي يبتعد أو يتحاشى أزى المشركين تاني سبب لكي يفتح صفحات جديدة للإسلام في بقعة أخرى من الجزيرة العربية يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وكان الطفل عجبة بن نافع عمره سنة أول كلمات سمعها عجبة أو طرقت سمعه وهو طفل صغير سلاس كلمات سلاس كلماتهم الجهاد الفتح الإسلام ممن سمعهم سمع هذه الكلمات من والده اللي هو نافع ابن عبد القيس الفهري إيه السبب؟ لأن أبوه نافع ابن عبد القيس الفهري كان من السابقين الأولين في الإسلام وحسن إسلامه فكان من أبطال المسلمين المعدودين نافع ابن عبد القيس الفهري فالطفل كان يسمع هذه الكلمات كعدة أي طفل يسمع هذه الكلمات ويرددها لكن هل يفهم معناها؟ لا لم يكن يفهم معناها حتى كبر وشبع عن الطوء بمعنى أصبح شاباً بدأ يفهم معنى هذه الكلمات اللي هي الإسلام الجهاد الفتح ويفهم معناها ويعرف معناها حق الفاه في يوم من الأيام سمع عجبة أو عجبة كان قد بلغ التاسعة من عمره علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع إلى مكة مرة أخرى ودخلها وعفى طبعاً الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة ضرب مثلاً في التسامح حيث عفى عن جميع الأسرة وجميع أهل مكة وقال لهم مقولته الشهيرة أو مقولته الشهيرة اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى عنهم طبعاً ده دليل على أن الإسلام دين تسامح دين محبة والرسول صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة والمحبة عجبة ابن نافع طبعاً احنا عرفنا عندما هاجر رسول صلى الله عليه وسلم كان عمره سنة وعندما دخل مرة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً كان عمر عجبة تسع سنوات نمع عجبة كبر عجبة وكبر فيه حب الجهاد كان يسمع احنا عرفنا أنه كان يسمع السلاس كلمات اللي هو الإسلام الجهاد الفتح ما كانش فاهمه هو صغير لما كبر بدأ ينمو فيه حب الجهاد وحب أنه هو يصبح من أحد أبطال المسلمين ويساعد في نشر الإسلام طيب عندما نمى هذا الحب في دمائه أراد أن يتضرب مع الشباب المسلم فأصبح يتضرب على الرمي بالسهام وكذلك السيف الضرب بالسيف مع الطفل أو مع الأطفال المسلمين طبعاً ثابتت مهارته وكان عمر ابن العاص ابن خالته له فضل كبير جداً في تربية عجبة بن نافع تربية نضالية عمر ابن العاص طبعاً هنعرف أنه هو فاتح مصر بعد ذلك كان ابن خالة عجبة بن نافع كان له تربية أو له فضل كبير في تربية عجبة تربية نضالية إزاي؟ حيث كان اعتقد أو ظن عمر ابن العاص أن عجبة سيكون بطل من أبطال المسلمين فيما بعد فبدأ يربيه إزاي؟ كان بعد كل معركة يتقابل معه ويحكي له قصص أبطال المسلمين ونتيجة الحرب أو كيفية الحروب فطبعاً أو الخطة اللي كانوا بيعملوها فبدأ يحكي له هذه الأشياء فكان عجبة بن نافع يزداد شوقاً لأنه يصبح بطل من أبطال المسلمين عمر ابن الخطاب هو خليفة المسلمين عمر ابن الخطاب في ذلك الوقت هو كان الخليفة طبعاً الخلفاء الرشدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق عمر ابن الخطاب أطماني بن عفيان علي بن أبي طالب طبعاً عمر ابن الخطاب أسند إلى عمر ابن العاص فتح بلاد الشام عمر ابن الخطاب خليفة المسلمين أسند إلى عمر ابن العاص أنه يفتح بلاد الشام طبعاً يكون قائد على بلاد الشام أول عمل قام به عمر ابن العاص هو جعل عجبة بن نافع في مقدمة الجيش فده كان الاختبار الأول لعجبة بن نافع وهو فتح بلاد الشام بالفعل أثبت عجبة بن نافع مهارة فائقة ومهارة حربية في النيل من صفوف الأعداء ده كان الاختبار الأول لهو فتح بلاد الشام كان عمر ابن عجبة في ذلك الوقت لم يتجاوز سن العشرين لم يتجاوز سن العشرين وكان في مقدمة الجيش وقبل فيه بلاء حسن وده الاختبار الأول لهو فتح بلاد الشام ثم جاء الاختبار الثاني وفتح مصر عمر ابن العاص قدر بجيشه الضئيل أنه يدخل إلى مصر وكان الاختبار الثاني لعجبة أنه هو فتح مصر وطبعا أثبت عجبة بن نافع مهارة حربية وهنا بنجي نسأل السؤال بتاعنا هل عمر ابن العاص اختار عجبة نتيجة سلة القرابة طبعا السؤال أو الإجابة لا طبعا لأنه لمهارة الحربية تعالوا بقى نشوف في أحداث الفصل أين ولد عجبة ومتى ولد ولد عجبة في مكة في البيئة التي ينشأ فيها الرجال أشداء أقوياء في المجتمع الذي لا يعتز إلا بالفتوة والجرأة وذلك قبل الهجرة بسنة من والده؟ نافع ابن عبد القيس الفهري وهو أحد أبطال وأشراف مكة لماذا سماه والده بهذا الاسم؟ تيمونا وتبركا بهذا الاسم الذي يطلق على عدد من فرسان قريش الأقوياء كيف كان حال مكة في ذلك الوقت؟ كان الصراع شديدا بين الرسول صلى الله عليه وسلم والكفار لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لسببين كما قلنا ليتحاشى أذى الكفار وينشر الإسلام في بقعة جديدة ما أول كلمات طرقت سمع عجبة وممن كان يسمعها ولما؟ الكلمات هي الجهاد الغزو الفتح وطبعا سمعها من والده ليه؟ لأن والده كان من السابقين الأولين في الإسلام هل كان عجبة يفهم هذه الكلمات لا لصغره ولكنه فهمها فيما بعد؟ ما موقف الرسول من الكفار بعد عودته من مكة؟ طبعا تسامح معهم وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء طب هذا يدل على إيه؟ أو على ما يدل موقفه؟ يدل على سماحة الإسلام والرسول والمسلمين طبعا في الوقت ده كان عمر عجبة تسع سنوات كيف نمع عجبة؟ نمع حب الجهاد يملأ كل زر من كيانه؟ وضح دور عمر بن العاص في تربية عجبة تربية نضالية حيث كان يحكي له عن قصص البطولة والجهاد كما ذهب عجبة ليتدرب مع الشباب المسلم على حمل السلاح ماذا اعتقد عمر بن العاص في عجبة؟ أنه سيكون بطل من أبطال الإسلام حيث أظهر في بداية شبابه مهارة فائقة في المبارزة والقتال أسند عمر بن الخطاب لعمر بن العاص فاتح الشام ماذا فعل؟ طبعا اختار عمر بن العاص عجبة وجعله في مقدمة الجيش وده لم يبلغ سن العشرين وقد اقتهد عجبة بشدة في هذه المعركة ونجح في أول اختبار له ضد الروم ما الاختبار الثاني الذي نجح فيه عجبة؟ فتح مصر فقد قاد عمر بن العاص جيشا ضئيلا وهاجم الروم في مصر وحقق النص وكان لعقبة دور مبارز في المعركة ما الذي دفع؟ السؤال الأخير ما الذي دفع عمر بن العاص لاختيار عقبة لفتح الشام ومصر؟ مهارة عقبة الحربية هي الأساسة الذي جعل عمر بن العاص يبني ثقته في عقبة وليس صلة القرابة بكده يا جماعة أحداث الفصل انتهت وأتمنى نكون فهمنا أحداث الفصل وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته